أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم راح نحكي عن حدث مهم جدا طبعا يمكن بالغلاف شفتوا الحكي اللي أنا حكيته اللي له علاقة باقتران ثلاث كواكب مع بعض أول إشي عنا عطارد والشمس ونبتن راح يشكله زاوية اقتران في هاي الأيام ورح تكون هاي يعني حدث حاله هذا مقلق جدا لأن هاي الكواكب كل واحد منهم إلو طبيعة معينة وإلو تحكم بأشياء معينة المقلق الأكثر في هذا الموضوع إنه هدولة ثلاث كواكب راح يشكله زاوية تربيع مع المريخ فهنا هاي اللي شوي بتسبب نوع من أنواع الإرباك لكثير من الفلكيين اللي أساسا يعني نقدر نقول بدخلوا بالحيط اللي هم الأشخاص اللي بفهموا بعلم الفلك مش الأشخاص المدعين ليش لأنها هاي فوضى احنا منسميها فلكية يعني أحداث منتضاربة يعني هذا بيقول لك يعني هذا بيأثر على البورصة بشكل سلبي هذا بدعم البورصة بشكل إيجابي هذا بيأثر على الاقتصاد بشكل سلبي هذا بيدعم بشكل إيجابي يعني هاي الفوضى دائما بتسبب نوع من أنواع الإرباك وسرعة بالأحداث يعني لدرجة إنه ما منقدر نتوقع إيش اللي ممكن إنه يغلب في هاي الفترة وإيش اللي ممكن إنه يصير ولكن هذه فترة حاسمة جدا لكثير من الأشياء أو القرارات أو التوجهات إن كان سياسية أو حتى على مستوى دول اقتصادية تحالفات جديدة اعتداءات فوضى بالساحات أحداث مناخية يعني كله مع بعض خلينا نشوف إيش توقعاتنا لهذا اليوم ورح أركز على الزوايا بشكل جيد حتى الزوايا اللي مع القمر رح أذكر تأثيراتها وتأثيراتها الدولية كمان فعشان هي لازم تركزه بشكل جيد طبعا اليوم توقعتنا لا يوم الأربعة 15 آذار مارس القمر موجود بالقوس وبدو ينتقل للجدي يعني برضو في عنا خلوم مسار خلال هذا اليوم القمر موجود في منزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 وخمس دقائق من ظهر اليوم الأربعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد الذابح وهي منزلة للعلاج والفراق والخلاص والحرية بالنسبة للقمر بما أنه موجود بالقوس لغاية ساعات الظهر بعدين بدو ينتقل للجدي معناته من الآن ولغاية ساعات الظهر نشعر بالابتهاج نجد الناس أكثر مراحا مننطلق على سجيتنا بيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا على عالم الفلسفة والدراسات الدينية كما من ميلة الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسع نقتراض المال دراسة لغة جديدة لاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط يعني لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا الفلكية هاي اللي هي المهمة أول زاوية طبعا اليوم رح تبدأ في عنا زاوية بالتشكل هي زاوية التزديس إيجابية بين الزهرة وبين زحل وهاي طبعا تأثيراتها من اليوم 15-3 ولغاية يوم عشرين ثلاث يعني مدتها خمس أيام رح تكون دروتها يوم 17-3 في تمام ساعة عشرة واربعة وعشرين دقيقة مساء بما أنها تزديس معناته هاي الزاوية مناسبة لاستقرار العلاقات العاطفية وبيضمن لك إخلاص محبوبك جيدة للأمور اللي لها علاقة بالفنون وجيدة للأمور اللي لها علاقة بالتجميل أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين نبتون طبعا هذا الاقتران مدته ثلاث أيام يعني من يوم 15-17 اللي هي التأثيرات القوية جدا الذروة يوم 16-3 رح تكون الذروة الساعة 5-12 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بهاي الزاوية بتكون عنا صعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم وهذا الشيء ممكن ينتج عنه سوء تفاهم أو عدم القدرة على علاج المشاكل العاطفية الناتجة عن ذلك وممكن نرتكب بعض الأخطاء في أحكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل بسبب الشك والغيرة والتسرع دولياً هايزة ويبدل على وقوع جدل بين أحزاب اليمين واليسار وأغلب الكتابات السياسية بيطبعها الفكر اليساري الاشتراكي كما بيتم فضح بعض الحقائق أو التلاعبات اللي إلها علاقة بالسياسة وبرضو إلها علاقة بالمجالات اللي بتتعلق بالسوائل زي النفط أو بحرية أو فنون وبتشهد هاي الفترة تراجع في المبادلات التجارية البحرية اللي هي الأمور اللي إلها علاقة بالسوائل أو نزاعات بين بعض الطوائف المذهبية والفرق الدينية رح أحطوها بين قوسين هاي النزاعات بين الطوائف المذهبية والفرق الدينية وشوفوا إيش اللي قاعد بصير على الساحة من هجوم كاسح إلو علاقة بالتفرقة المذهبية بمعنى آخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين عطارد وبين المريخ وهاي رح تكون طبعا بدايتها اليوم 15 ثلاث وبتستمر لغاية يوم 18 ثلاث ذروتها يوم 17 ثلاث بتمام ساعة 4 و 40 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج تربيع عطارد والمريخ فبسود شعور بضيق الصدر فما منتقبل النقد وممكن انثور بشكل مبالغ فيه في وجه من ينتقدنا أو بيعطي ملاحظة بخصوص تصرفاتنا وبتكون ردات الفعل لعننا بكشف عيوب وأخطاء في الطرف الآخر بشكل مباشر أما دوليا فعطارد العلاقة بالاتصالات والمواصلات والعلاقة بالبورصة العلاقة بالعملة العلاقة بالالكترونيات وبما انها زاوية مع المريخ معناته لها علاقة بالسياسة لها علاقة بالصحافة لها علاقة بدول عظمى بتتحكم في أمور الاقتصاد وأمور الجيش برضو وأمور التكنولوجيا فهنا هذا السراع بيأثر بشكل سلبي في هاي الأمور وبرضو في نفس اللحظة بعمل أعطال أو هجوم على الأمور اللي لها علاقة بالالكترونيات أو لها علاقة بالسيارات والاتصالات والمواصلات ومعظل حوادث الطارئة اللي بتتعلق في هاي الأمور أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية هي احنا بنقدر نحكي بين الشمس وبين عطارد وهاي راح تكون من يوم 14-3 لغاية 23 ذروتها يوم 17-3 بتمام ساعة 10 و44 دقيقة ظهرا وعادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية صعبة تعذر علينا فهمها بالسابق وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين نبتون وهاي طبعا تأثيراتها من 10-3 ولغاية يوم 19-3 ذروتها يوم 14-3 في تمام ساعة 11 و38 دقيقة مساء بتوقيت جرينج فبين تبنى شعور بالتشتت وعدم التركيز وانخفاض الطاقة والشك والخداع والفضائح وبتزداد حالات التسمم الغذائي ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا إنهم يبينيكذب علينا وممكن نشعر بالدن ما يعني لأنه ممكن أذينا شخص في الماضي فمنتذكر هذا الموضوع بدنا أو الأشخاص اللي بيتناول الأدوية بدهم يحذروا من تناول هاي الأدوية بطريقة خاطئة برضو هاي زاوية بتدل على اضطراب سياسي في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو حرائق أو اضرابات في قطاع الصناعة أو الصحة وقد يكون من الصعب ملاحظة مصادر المشكلات أو مجابهة المخادعين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين المريق هنا يجينا ده الإش القوي اللي هو العلاقة بالجيش والقيادات والملوك والعلاقة بالتحديات والحروب والمرهي فهنا هذه الزاوية تأثيراتها من يوم 10-3 ومستمرها لغاية يوم 23-3 ذروتها يوم 16-3 رح تكون الذروة في يوم 16-3 الساعة 9 و 9 دقائق مساء بتوقيت جرينج بيسود جوه من التوتر والعدوانية في هذه الفترة بيتوجب علينا الحذر عند التعامل مع الآخرين لأنه أي كلمة غير معسوبة ممكن تأخذ على محمل مغاير تماماً وتدخلنا بمواجهات إحنا بغنى عنها فهي زاوية بتشير لفترة من التحدي والصراع والنشاط ممكن انواجه مقاومة أو منافسة أو عداء من طرف آخر سواء من شريكك من عدوك من رئيسك من صديقك وممكن تشعر بالغضب أو الإحباط أو التعب وبعض الأشخاص بيحتاجوا لإظهار شجاعتهم أو إصرارهم ومثابرتهم عشان يتجاوزوا هاي الصعوبات من المهم أنو نستخدم طاقتنا بشكل إيجابي وبنها نتجنب العنف والمخاطرة أو التسرع كما أني بنصح الجميع بينهم يحافظوا على هدوءهم وصبرهم نحاول أن نستمع لأراء الآخرين بانفتاح واحترام بترتفع وطيرة المهونة دولياً بترتفع وطيرة المواجهات والتفجيرات في البوار الساخنة أو احتجاجات أو عنف وبتدل على أن حكومة ما ممكن تميل لممارسة سياسة قمعية لفرض نفوذها وسطوتها وبرضو بتدل كذلك على الديادة عمال العنف والعدوان وكذلك إضرابات بقطاع الصناعة أو قطاع الصحة الطبيعة برضو إلها دور كبير ممكن تتأثر أيضاً بهاي الزاوية وممكن يحدث بعض الزلازل أو الحرائق أو الإنفجارات أو طقوة طقس متقلب جداً لبعض الحدود من أمطار حنيفة أو برض قارس أو حار يعني حالة من عدم الاستقرار بتجتاح العالم الزاوية الأولى راح تكون زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس وهاي يعني الربع الأخير من هذا الشهر العربي هاي زاوية راح تتشكل وتصير ذروتها ساعة ثنتين وثمان دقائق صباحاً بتوقيت جرينج هاي زاوية تأثيراتها من تقريباً نقدر نقول من الآن واتبث الحلقة وبتستمر لغاية ساعات العصر عادة هذا الاتصال بخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلباً على علاقاتنا مع الآخرين وبتدل على استياء الجماهير والآراء العامة في حكومة ما أو ظهور خلافات عرقية أو دينية فيما يخص قضايا المرأة والمجتمع وبتتقلب الأسعار أو أسعار بعض المنتجات والصناعات خصوصاً الغذائية منها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نيبتون وهاي راح تكون الزاوية الساعة ثلاثة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج يعني من مساء الليلة اللي هو موعد بث الحلقة ولغاية ساعات العصر بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين وبالدل برضو هاي زاوية على استياء الرأي العام من جدل حول بعض الأمور الدينية والعقائدية أو ضربات في أسعار بعض السوائل أو البنزين أو تراجع مردود الصيد البحري أو المبادلات البحرية احتمال وقوع في بعض الأماكن تسمم غذائي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي راح تكون الساعة ثلاث وخمس واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج يعني برضو تأثيراتها من نقول من ساعة مساء هذه الليلة ولغاية ساعات العصر ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة إلى الهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بتور ثورة عارمة من الغضب هاي الزاوية بتدل على استياء الرأي العام من ضغوط رجال الأمن الوطني وهبوط في المعنويات عند عمال قطاع الصناعة أو قطاع الصحة وقلة مردوداتهم وبرضو بيشهد هذا اليوم ازدياد أعمال عنف خصوصا ضد النساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي راح تكون في تمام الساعة ثمانية وتسعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعات المساء يعني طيلة النهار هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي الديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم وبتدل على ميل الرأي العام للمواضيع الفنية والترفيه والتسلية وبتنعم النساء باستقرار وتوازن نفسي كمان هاي الفترة بتشهد بعض المؤسسات المالية وكذلك بعض الغطاعات كالنسيج والتجميل رواجا أكبر ومداخيل أكثر خصوصا هذا اليوم بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار طبعا رح يبدأ الساعة ثمانية وتسعة واربعين دقيقة صباها بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة اتناش وخمس دقائق ظهرا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر ويستقر في برج الجدي أما الفترة الواقعة ما بين هذول المدة يلي هي هاي فترة خلو المسار فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل للجدي ساعة اتناش وخمس دقائق ظهرا معناته طبيعتنا أو منعود لطبيعتنا الجدي بعد هذا الوقت لأنه خلص بسيطر علينا تأثير برج الجدي على جميع الأبراج منعود لطبيعتنا الجدي بنحاول إنجاز عمل متراكم نجد إنه الأمور ما بتصير معنا بسهولة ممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر فوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو شراء بوليس التأمين أما بالنسبة للزاويتين اللي رح يتشكلوا بعد انتقال القمر لبرج الجدي عندنا زاوية الأولى هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون دروتها ساعة 41 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية بتدل على حسن أو تحسن بأمزجة فئات الشعوب المشتغلة وخصوصا المشتغلة بالقطاعات الفلاحية والمناجم المحاجر الكبار السن يعني هدولة شوي هيك بتلاقي مزاجهم متحسن شوي صار في نوع من أنواع المرح ازدياد في مردود مؤسسات الدولة الصناعات الثقيلة قطاعات الفلاحية المناجم وأيضا استقرار في البورصة والأمور المالية الزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة ذكرناها في الأيام الماضية اليوم ذروتها راح تصير في ساعات المساء هي زاوية الاقتران السلبية بين الشمس وبين نيبتون وهي راح تكون طبعا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم تسعتاش ثلاث ولكن اليوم ذروتها ساعة احداث وثمانية وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت بشكل عام هذا الاقتران بزيد من حساسية وحدس وتعاطف الأشخاص وبيجعل أيضا اكثر اهتماماتنا تكون بالروحانيات بالخوارق بالإبداع ولكن ممكن يصعب علينا التركيز على المسؤوليات العادية أو التمييز بين الوهم والحقيقة بتجعل البعض يعيش في أوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم اول مجموعة اللي هي من الآن ولغاية ساعات الظهر عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية أما من ساعات ما بعد الظهر بصير عنا الركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري الرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن بما أنه ذكرنا الجلد وذكرنا الشعر وزاوي التربيع بين القمر معناته هذا اليوم ما بنصح بعد الظهر اللي هي من ساعات ما بعد الظهر بتوقيت جرينيج لا أمور إلها علاقة بالتجميل إن كان تجميل إله علاقة بالجلد أو إزالة شعر أما باقي الأعضاء هاي اللي ذكرناها فطبعا ما بنصح لعمليات جراحية لألها بأوقاتها إلا إذا كانت اضطرارية اللي يوصل لهون وما حط لايك أو ديسلايك يتفضلي حط لايك أو ديسلايك عشان أنتوا بتظلوا تقولولي ذكرنا ذكرنا إحنا مننسى بحيني بذكر لأ اللي وصلوا لهون طبعا كثير مضى من هذا الموضوع الله يعينكوا علي اليوم بالنسبة لعمليات التجميل زي ما حقيقنا من بعد الظهر أي شيء له علاقة بالجلد أو بالشعر نبعد عنه مناسب لعمليات اللي هي الجراحية الصغرى ولكن والعمليات اللي ما إلها علاقة بالأعضاء اللي ذكرناها قبل قليل يصلح لقص الشعر التجميلي ولكن برضو ما بنصح فيه يعني بنصح أنه هذا اليوم أي شيء له علاقة بالتجميل أنه ما ينعمل إلا إذا كان اضطراري أو في مناسبة وحاول قدر الإمكان تنتبه من المواد اللي بتستخدمها بالنسبة للقمر بما إنه رح ينتقل لبرج الجدي معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 17-3 في تمام ساعة 2-13 دقيقة عصرا بيبدأ وبيستمر حتى تمام ساعة 2-24 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع الأخير 23 يوم في تمام الساعة 11-54 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بصير عمره 24 يوم نسبة الإضاءة بتصير 50% عما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة منتحسي الآن بنسبة 40% في ساعات العصر بتصير منتحسي بنسبة 15% القمر في القوس بدي ينتقل للجدي ورح يظل في الجدي لغاية يوم 17-3 والآن منتحس بنسبة 15% في ساعات منتصف الليلة هاي وطيلت ساعات الصباح بيظل منتحس بنسبة 40% من ساعات الصباح بتنزل نسبة النحوس إلى 10% في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 30% عطارد في الحوت حتى يوم 19-3 منتحس الآن بنسبة 40% في ساعات منتصف الليل بصير منتحس بنسبة 50% وطيلت النهار بضل على هاي النسبة الزهرة في الحمل حتى يوم 16-3 سعيد بنسبة 45% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات البعيدة من الآن ولغاية ساعات الظهر بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ممكن تذهبوا في رحلة أو تروجوا لعمل أو تحصلوا على معلومات ما كنتوا تتوقعوها بيكون في نوع من أنواع النجاح والحض في حياتنا العاطفية والعائلية أما من ساعات الظهر بينصب اهتمامنا حول عملكم أو بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شيء أنك ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليك المسؤوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد التزم بالمسؤوليات وتعتبر برضو بظل فترة واعدة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من الآن ولغاية ساعات الظهر وتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهدية الأجواء تعتبر هاي فترة مناسبة للاطلاع على رأي الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليوني والتفكير الموضوعي أما في ساعات الظهر وما بعد بتنشط في مجال السفر والاتصالات تم لقاء أو فرصة بتفتح أمامك أبواب العلاقة بالسفر والتسويق والنشر أو الدراسات العليا وبتفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة يعني عندك تحركات بمختلف الأصعاد برج الجوزة طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية ساعة الظهر فبظل هذا اليوم مناسب لتعزي شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وتعتبر هاي الفترة فترة ضاغطة لأن القمر مقابلك فما بينفعك سوى الصبر والمرونة ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات أما من ساعة الظهر طبعا القمر راح ينتقل للبيت الثامن فهنا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم حول أنك تدخلوا تعديل على نمط حياتكم لا تتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لتطور ما فترة جيدة لتصحيح قطة أو لتكرار محاولة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا أنجزوا ما بيوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وحاولوا تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم أن القمر بدأ الآن في مراحل المقابلة فطاقتكم ضعيف شوي فمن الآن لغاية ساعات الظهر بضل تركيز على أمور العمل والصحة تكونوا منظمين تحسنوا إدارة عملكم وحذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم وما تأجلوا ولا تماطلوا أعمالكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية أما من ساعات الظهر بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم ولكن بدكوا تحافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا أي كلام وما توجهوا ملاحظة أن خصمكم قوي وما بيرحم فتحمل لك الأيام اللي جاية هاي بمشي العلاقة بارتباط مهم أو توطيد علاقة أو مصالحة فعشان هيك بدك تحافظ على هدوء أعصابك وحاول أنك ما تكون عدائي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم وبتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا اليوم لأن القمر ما زال موجود في البيت الخامس لغاية ساعات الظهر فتعتبر هاي الفترة فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهمش أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة حاول أنك تصحح الأخطاء في هاي الساعات قبل خلو المسار أما من ساعات الظهر وما بعد فبيتراكم العمل لديكم لا تهملوا صحتكم حذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب ابتظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة وممكن تشعر بنوع من أنواع التوتر برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ولكن ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر مشكلة شخصية أهمش أنك ما تتهرب من المسؤولية اتجاه العائلة لأجواء عدائية ومتوترة من الآن لغاية ساعات الظهر وبرضو بدك تراعي وضعك الصحي أما من ساعات الظهر وما بعد فهون بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم بتفرحوا لانفراج ملموس بترتفع فرص النجاح بتشتد عزيمتكم بتقوم بخطوة مباركة وممكن تتلقى إشارة إيجابية وتعتبر هذه الفترة فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الميزان ابتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم مناسب جدا لاجتياز امتحان طبعا من الآن لغاية ساعات الظهر وبتعززوا العلاقة مع الإخوة ومع الجيران ولكن اللي عنده امتحان ما يعتمد كثير على الحظوظ واللي عنده تنقلات ينتبه أثناء قيادته للسيارة يعني ما يتسرع فبتدعمكم الحظوظ بتكونوا جريئين في التعبير عن رأيكم تتمتعوا بسرعة بديها وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحملك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتهيل قدرتك أما من ساعات الظهر وما بعد هنا بتفضل الأجواء البيتية والعائلية أهم مش أنك تلطف الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك وامتعاضك لا تخالف القوانين واحترم القواعد والتزاماتك المهنية ويهتم بعائلتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات تمتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكروا في بعض الاستثمارات والتوظيفات وتعتبر هاي الفترة فترة إيجابية ممكن تحقق خلالها ربح أما من ساعة الظهر فهنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر فترة مهمة للتواصل مع المجتمع لا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة هاي الاتصالات بتسفر عن اتفاق ومصالحة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة يدعم من مكانتكم الاجتماعية من الآن ولغاية ساعات الظهر وبرضو هاي الساعات بتحمل لكم انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم تتحلوا بالحكمة وواقعية الأمور بتشتد عزيمتكم بترتفع المعنويات وبتستعيدوا سيطرتكم وممكن تحققوا نجاح باهر أما من ساعات الظهر وما بعد بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهمش أن ما تغامروا بأموالكم وتعتبر هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فلا تتسرعوا باتخاذ قرارات حاسمة أنت اليوم بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا ما زال القمر موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الظهر فعشان هيك يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتكم لحد الركود وممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهمش أنك ما تحسم أي أمر في الفترة هاي سلبية مخيبة للأمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها فعشان هيك تتأجل كل شيء مهم وضروري لساعات ما بعد الظهر بتستعيد نشاطك وحيويتك وبتستعيد حماستك وعزيمتك بتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بأي مشروع أو خطة جديدة بتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمره عالق واليوم برضو بيحمل لك خبر سار برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بلش الجد عن موليد برج الدلو لأن القمر بلش يقترب من بيت متاعبكم فعشان هيك من العين لغاية ساعات الظهر بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وممكن تحتفل بنجاح أو تطور علاقة بعض الأشخاص بيعززوا شعبيتهم وبيحصدوا أرباح خلال هذا اليوم وبتفرحوا لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جانبكم بتخفض ضغوط وبيطمئن بالكم أما في ساعات الظهر هنا رح تدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة حذروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة هدئوا من روعكم ما تنفعلوا اتجنبوا مخالفة القوانين احرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها طبعا هذا الأمر من الآن ولغاية ساعات الظهر أما من ساعات الظهر وما بعد بتلتقوا الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية ما تبقوا وحدين تعتبر هاي فترة ناشطة ووعدة دراسيا مهنيا عائليا اجتماعيا يعني عندك نشاط عائلي جدا خلال هذا اليوم بالعلاقات الاجتماعية والمناسبات وممكن تكون على عندك اتصال أو موعد اليوم أو بتكثر عندك الاتصالات والموعيد طبعا اللي ما حط لايك يحط لايك اللي ما حط ديسلايك يحط ديسلايك اللي ما اشترك يشترك واللي مشترك يلغي اشتراكه يعني يعملوا أي شيء يعملوا لكم جو سووا أي شيء على القناة يعني بكفي والله أربعين دقيقة صار لي ببرم يعني بحكي وبرغي وهذا يعني والله بستاهل عليها ردت فعل منكم هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء